السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير حبايب قلبي اليوم برد على أسئلتكم بخصوص المقطع السابق طبعا جاتني مجموعة أسئلة نروح سؤال سؤال ونجاوب عليكم قبل ما نبدأ بأسئلتكم حاب أقول الله يشفي جميع المسلمين يا رب في أنحاء العالم وإن شاء الله تعدي أزمة كارونا على خير يا رب أول سؤال من فهد يقول مين اقترح لكم تعديل الاستراحة واصل يا بطل وإحنا معاك متابعك فهد من الباحة تعديل جاء كده فجأة كنا جلسين عنا والشباب بعد ما أكلنا الطير وأنا أوصر على ذلك أني ما أكلت الطير للآن فتشاورنا مع بعض أننا نغير ديكور الاستراحة ونغير بعض الأثاث وسوينا اللي انتوا شايفينه السلام عليكم أخويا ديكور السقف كم كلفك الحال وعشان أبركبه لهند قولي كم كلفك طبعا ديكور السقف كلفنا من غير البوية المعجود من غير النارة بس ديكور الحال بس جبس تقريبا 2300 إلى 2400 تقريبا العامل حسب المتر لنا بستين ريال الشاشة كم بوصة ايش نوع السماعات ويعطيكم العافية الشاشة من شركة ال جي 65 بوصة السماعات هو مصرح منزلي خمسة سماعات واحد مضخم من شركة ال جي هذا فارس الحرب يقول الاستراحة شرا ولا يجار الاستراحة يجار انا ادري ان كنت تستغري بتقول ليش حطيته فلوسه على الاستراحة انها يجار انا بقول لكم شي قبل احنا ما نبدأ بالمشروع كلمنا صاحب الاستراحة ورجال بن حلال وقلبه طيب الله يرضى عليه احنا قلنا له على مدار ثلاث سنوات او اربع سنوات هل انت بتخرجنا يعني انت بتبني اعمار او بتبيع وشي فاكلمنا وقلنا ما راح اسوي شي الاستراحة استراحتكم وسوي زي ما تحبون فالحمدلله سوناهم زي ما انتم شايفين وقل لكم سعر التكلفة باخر شي عبادي يقول عندي سوال الاستراحة ليش ما فيها مسبح طبعا الاستراحة هي ما تعتبر استراحة كاملة هي شقق جنبعة تقريبا ستة شقق كل اللي حوالينا نعرفهم وهم يعرفونا سعوب اف ام يقول بكم اشتريت ورق الجدران وبكم ركبته هذا ورق الجدران اللي قلت لكم عليه ورق الجدران 3D ما هو العادي يمديك انت بعدين تغيره حسبنا سعر ورق الجدران 3D بثمانمية ريال او ثمانمية وخمسين والتركيب عليه طبعا يعني من فترة تقدر انت تغير وتقدر تنوع واحنا قريبا يعني قريبا جدا ان شاء الله بعد ازمة كارونا سيكون في تغيير بالاستراحة اولها ورق الجدران ان شاء الله ان نغيره لان الصورة هذه مرة كبيرة فلما تغيره تحس ان الاستراحة شوية تغيرت اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كان ودي أركب ألياف بصرية ولكن الآن تحت التسليك على قولهم إن شاء الله قريباً أن يجون يركبون ألياف عندنا ونركب بإذن الله أنا ألياف البصرية هذا مععوذي الحربي يقول لي أسبايك يحب أسألك سؤال أنتم كل مرة ما شاء الله تطلعون في المقاطع عددكم منوع مرة أربعة مرة سبعة أو كده كم عددكم في الاستراحة أتمنى تجاوب معك واحد ساكن قريب باستراحتكم تقعد تخطط عليه يا شاعة داري عددنا الحمد لله ولله الحمد يعني أربعة عشر شخص أو خمسة عشر بالاستراحة العاصم الحربي يقول لكم كم سنة في الاستراحة تقريباً من 2016 أو 2015 وما سوينا إحنا الديكور ولا أشياء هذه إلا بألف واربعمية وثمانية وثلاثين سبايكي يبغى لكم تركبون استارة طبعاً استارة قصدوا على الطاقة اللي هنا قبل كنا مركبين إحنا استارة سحاب غيرنا أثاث الاستراحة والديكور وبوينا نسينا نركبها وخربت فدائماً القسل منه وفينا يا شباب لا يمكن أن نفارقوا هذا القسل فإن شاء الله قريباً إن شاء الله نركب استارة بدال الشيء اللي أعطينا نروح السؤال اللي بعد وإذا ترك الجوهني يقول ركب بروجيكتر مقابل ورق الجدران وشيل الصور اللي على الجدار وشغلوا أفلام عليها قصدوا نركب بروجيكتر على نفس ورق الجدران مطل على الصور اللي هنا موجودة فصعبة لأن المسافة اللي هنا أربع متر فصعبة إن كنت تحط بروجيكتر بالعرض مرة صعبة سؤالي أسبايك هو هل فكرتم بتوسيع الاستراحة أو التكملة عليها وهل واجهتم مصاعب أو متاعب في طلب الديكورات وهل كانت تعاوم شكل جماعي أو فردي جاوب بصراحة وشكرة طيب شوف أنا بقول لك شيء تقريباً الغرفة هذه تشيل أكثر من 20 شخص بداية ما أخذنا الاستراحة المصاعب اللي مرت علينا كانت الخدمات لأن الحي كان ما فيه خدمات فالحمد لله الخدمات العامة توفرة وثالثاً لما احنا سوينا الاستراحة كان الشغل جماعي وليس فردي السؤال اللي بعده السلام عليكم أخوي سبايكي أنا عندي غرفة أربعة في أربعة لو بسوي ديكور في السقف زيكم وبعدلها في نفس التعديل أو أقل منه لكن الغرفة ما بتكفي كم راح يكلفني إلى هند واصبغ الغرفة وكذا يعطيكم العافية طبعاً في سؤال زيه واحد يقول طيب أنا عندي ملحق مثل اللي عندك بس الطول سبعة في أربعة ونص أو خمسة واش تنصحني أركب أول شي من ناحية الديكور ومكيف والبوية طبعاً الديكور تلفزيون والسقف نفس اللي عندك أعطيكم نصيحة مني قبل ما تسوون أي حاجة بالغرفة أبغاكم تجيبون ورقة وقلم وتوقف نص الغرفة اللي أنت بتسويها ترسم الغرفة في نفس الورقة وإنت توزع مهامك يعني مثلاً أنا بحط مكيف هنا على الجدار ذا تكتب على نفس الدفتر أنك أنت بتحط في نفس المكان ذا مكيف طبعاً أنا بحط الشاشة هنا طبعاً أنا بحط دولاب هنا أنت تفصل يعني الغرفة قبل ما تسويها وقبل ما تسوي أي شيء ليش؟ لأنك أنت لما بتبوي احتمال أنت تبغى تتركب أفياش زيادة أو بتركب مثلاً أو بتسوي مكتب تحتاج أفياش تقدر إدى تخلي الكهرباء يمدلك سلك للمكتب يعني تنظم غرفتك بأحلة ترتيب فما بغاك تستعجل وتركب ديكور بعدين تروح تركب ورق جدران بعدين تروح تضربوه يتلخبط لا قبل ما تبدأ بهذا كله قلت لك ابدأ بورقة وقلم وأكتب الحاجات اللي أنت تبغى تحطها بالغرفة وتبغى تسويها حبة حبة والديكورات تصميمها في بعض المحلات اللي تبع الجبس عندهم تصميم ديكورات في بعضهم يقول لك عطيني أي تصميم أنت تبغى وأنا سوي لك في الديكور العادي وفي الديكور المخفي اللي احنا مسوينه عشان نحطيش اللدات أنا صراحة السيارة معلم جبسات السؤال اللي بعده يقول أنا شغال ديكور اختيارك موفق تصميم حلو ربي يسعدك أخوي سباكي شكراً لك حبيب قلبي الله يسعدك السؤال اللي بعده طبعاً هذا يقول ما عليش على السؤال الخصوصي بس كم كلفك الشغل كله ما شاء الله تبارك الله بس الغرف الحالة يتمنى الرد والله يوفقك ويسعدك ويرزقك يحقق لك كل ما تتمنى يا رب آمين يا رب وياكم الله يسعدك عن الدعوة هادي كل الشغلة ما يقارب اللي سوناه من إنارات شاشة مرك جدران جنب فرشة من غير يعني المكتب حقي يعني ما يقارب ما يقارب من عشرة لاف أو تسعة لاف لأن الفلوس اللي احنا دفعناه تقريباً من عام 1438 يعني ناسي بالضبط السعر كم السؤال اللي بعده الطير اللي أكلتوه كيف طعمو ويشجوكم تاكلوا أي طير بتجيبون كارونا طبعاً الطير اللي جاء وأكلوه العيال ما كان في شيء أول اسمه كارونا آآ والطير والله هو غلط إنه طاح بيد واحد من الشباب وجابوا للعيال وأكلوه يا أحد من العيال أول ما شف الطير قال والله لو نبيعه يجيبنا أنا مليون السؤال اللي بعده يقول يا سبايكي يا غالي الطير اللي تم أكله طائر بحري اسمه طائر البلشون ويتغذى على الأسماك الصغيرة والضفادع الصغيرة وهو طائر مهاجر يطير بمفرده أو مع سرب طيور لا يتعدى العشرة على الأقل إذا شفتوا في منطقة ما فيها بحر أعرف بأنه هبط للاستراحة من الطيران بالقرب من البركة الموجودة في المزارع عشان يقتات منها ويكمل رحلته في الطيران طبعا الطير طاح قريبا الاستراحة وندم أنه طاح وراح ونوكل ونفرم وشكرا على المعلومة اللي أنت قلتها لأن غيري حيستفيد منها ما قبل الأخير حتسوي بسطة في رمضان هذا بعد ما تروح الأزمة بإذن الله ولا كيف ويش مخطة تسوي في رمضان ولا أين أهم شي بس أن نتعدي الأزمة على خير يا رب وإن شاء الله لكل حادث نعدي آخر سؤال هذا عمر الجاني يقولي آخي أخذنا كل شيء من استراحتكم إلا أنت كيف نأخذك آخي لا تحرجني لا تحرجني صراحة مع الأزمة أنا ما تقدر تخضني خلاص قيل لكم لا تقولوني كلام حلو وكذا خلصنا أسئلتكم وربي يسعدكم يا رب يحفظكم والله يحمينا ويحميكم يا رب من أزمة كارونا أدمتم بخير و سيوليتا